بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى مع الوحدة السابعة قضايا متنوعة في مجال التربية الخاصة ونتناول الدرس الثالث قضية رعاية الموهوبين تنطبق على فئة الطلبة الموهوبين والمتفوقين بعض القضايا التي تنطبق على فئة الطلبة ذو الإعاقة كالوصمة الاجتماعية وقضية التقييم والتشخيص وتناقضة الآراء بين مؤيد ومعارض حول إلحاق الطلبة الموهوبين في برامج خاصة بهم لو تناولنا الآن أنواع البرامج التربية للطلبة الموهبين والمتفوقين وأولها البرامج الإثرائية حقيقة يقصد بالإثراء كأسلوب في تنمية الموهب والتفوق تزويد الطلبة الموهبين والمتفوقين بخبرات متنوعة ومتعمقة في موضوعات أو نشاطات تفوق ما يعطى في المناهج المدرسية العادية وتتضمن تلك الخبرات إذ أدوات ومشاريع خاصة ومناهج إضافية تثري حصيلتها أولا بطريقة منظمة وهادفة ومخطط لها بتوجيه المعلم وإشرافه وليس بإسلوب أشوي أما برامج التسريع فنقصد ببرامج التسريع هنا أن تزويد طفل الموهوب والمتفوق بخبرات تعليمية تعطى عادة للأطفال الأكبر منه سنا وهذا يعني تسريع محتوى التعلم العادي بدون تعديل في المحتوى أو بأساليب تدريس لو انتقلنا الآن لنتحدث عن قضايا وتوجهات في تربية الموهوبين وتناولنا معلمون الطلب الموهوبين حقيقة أن تنفيذ برامج تربوية فعالة للطلب الموهوبين يحتاج إلى معلمين مؤهلين في مجال تعليم الموهوبين والمتفوقين ويتمتعون بخصائص وسمات شخصية تمكنهم من النجاح في عملهم قد يبدو طبعا للوهلة الأولى أن تعليم الطلب الموهوبين سهل وممتع ويفضل كثير من المعلمين تعليم مثل هؤلاء الطلبة إذا ما عرفوا خصائص الموهوب والتفوق ولكن على العكس من ذلك فتعليم الطلب الموهوبين يحتاج إلى جهد كبير واستنزاف في طاقات المعلم ومن هنا يمكن القول أن ما قد يتعرض له معلم الأطفال ذوي الإعاق والأطفال العديد من احتراق نفسي يمكن أن يعاني منه أيضا معلم الطلب الموهوبين هناك كثير من الخصاص التي يجب أن يتمتع بها معلم الطلب الموهوبين مثل تقبل الأسئلة والأجوبة أو المشروعات غير العادية أن يكون لديه اهتمامة متنوعة يعزز التحصيل والإنجاز يمتلك مهارات في استخدام تكنيكات واستراتيجية تعليم متنوعة يمتلك قدرة عالية في مجال تخصصه ولديه رغبة قوية في تعليم الطلبة الموهوبين لو انتلقلنا نتكلم عن الطلبة الموهوبين ذوي الإعاقة حقيقة مع أن هناك الكثير من الطلبة ذوي الإعاقة وخاصة في الإعاقات الجسمية موهوبون ومتفوقون إلى أن قدرات هؤلاء الطلبة عادما تكون مهملة من قبل المختصين أو المهتمين وذلك حقيقة بسبب التوقعات النمطية التي يحملها الناس عن الأطفال الذين يظهرون مشكلات جسمية على أنهم متأخرون من الناحية العقلية لو انتقلنا لأننا نتحدث عن احتجاهات نحو تربية الطلبة الموهوبين طبعا الأطفال الموهوبون هم أطفال دائما عندهم مشاكل من الناحية الوظيفية بمعنى أن مطلوب منهم آداء فعال في بيئة تربوية غير مناسبة لهم ولا تستثير قدراتهم وإمكاناتهم فكثير منهم تجد عادة ما يمل من المدرسة وغير مهتم بما يقدم له فيها طبعا هم يحتاجون إلى برنامج تربوي خاص من أجل تحقيق طاقاتهم وإمكاناتهم وحقيقة نشاهد أن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر حط في تلقي برامج خاصة بهم وأن برامج تربيتهم دائما ذوي الإعاقة أقصد تلاقي اعتراف من صانعي القرار في مجالات التربوية وعدما يخصص التمويل اللازم لكثير من برامج هؤلاء الأطفال طبعا عن عكس من ذلك برامج الأطفال الموهوبين لا تلاقي تعاطف من قبل صانعي القرار وهذا يعني يزيد من مشاكلهم أيضا لديهم مشاكل عديدة مثل خوف والدية الأطفال الآخرين من أن البرامج المصممة للموهوبين يمكن أن تجعل الفوارك كبيرة بين أطفالهم وبين الأطفال الموهوبين لو تحدثنا الآن عن وجهة نظر المعارضين للبرامج الخاصة بالموهوبين المتفوقين يقولون أن عزلهم عن العاديين يعطيهم ميزة إضافية عن العاديين بينما من حق كل الطلبة أن يوفر لهم تعليم عالي المستوى والتحدي وأيضا يقولون بالتحيز في تشخيص الطلبة كموهوبين لصالح بعض الفئات العرقية لو الآن نظرنا إلى وجهة نظر المؤيدين للبرامج الخاصة بالموهوبين المتفوقين فالطلب الموهوبين بحاجة لمنهاج خاص إذ أن الطلبة الموهوبين الذين يطلب منهم مهمات أقل من مستوى قدراتهم يعانون من الملل وقلة الدافعية لو نظرنا الآن إلى بعض المشكلات التي تواجه تربية الطلبة الموهوبين كما هو موجود أمامنا صعوبة الكشف عن الطلبة الموهوبين لم تذكر بعض القوانين الموهوبين ضمن فئات التربية الخاصة أيضا عدم توافر التمويل الكافي لبرامج الموهوبين وتعد عملية اتخاذ قرار تقديم خدمات تعليمية للموهوبين وتحديد أهلية الطالب كموهوب هي عملية ذاتية هذا من وجهة نظر مشكلات تواجه تربية الطلبة الموهوبين أيضا مشكلة تحديد البديلة التربوي المناسب وقلة توافر خدمات الإرشاد النفسي للطلبة الموهوبين والتركيز على الأبعاد الكاديمية كذلك قلة توافر الكوادر المؤهلة في مجال تربية الموهوبين